كابتن أسامة هتكلمنا شوية عن مباراتي كاس الربطة النهاردة تحديدا مباراة المصري ومقرور العرب وأداء حراس المرمى فيها تحديدا وأيضا مباراة طلاع الجيش وزاد وأداء برضو حراس المرمى فيها نبدأ بالمقرور العرب والمصري نبدأ بالمقرور العرب والمصري محمود جاد في المصري ومحمود أبو السعود في المقرور العرب محمود أبو السعود حصل له تحديدا يعني مراقبة لمحمود أبو السعود حصل له اهتزاز في المستوى هذا الموسم عن الموسم الماضي الموسم الماضي كان عامر أداء رائع جدا الموسم ده هو مش نفس الأداء الموسم الماضي مش أفضل حالاته الموسم ده رغم أنه جاله منافس قوي جاله عامر عامر وده منافس قوي المفترض الطبيعي جدا لما يجي لحد بلغة الكورة بيدبدب ورايا المستوى يعلى التطور يبقى فيه تطوير أفضل إنما جات له عدم إحساس بالأمان جات له عدم إحساس بالشكل ده ده محمد الشامي طبعا ودي تزديدة جات في إيدة بالسعود وجات في القائم وبعدين تزديدة تانية قدر يشيلها بشكل كويس جدا وبقوة طبعا أنا محمد الشامي ده لحدوتة برضو لازم الناس تاخد بالوها منها أنا مش عارف إزاي الناس ثابتوا في نادي الإسماعيلي يعني محمد الشامي ده 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 محمد الشامي بقى هو ده محمد الشامي؟ لا ده ده قرة ناحية تانية ده قرة محمود جاد ممسطة بالزبط كده بتصويبة بنفس القوة برضو من الحراس المميزين جدا محمود جاد ده يعني من الحراس المميزين محمود جاد محمود جاد البطولة اللي فاكة موجود في قائمة كأس الأمم البطولة ده مش موجود ده هبوط في مستوى ولا الحراس اللي موجودين أفضل منه؟ لا مش هقول أفضل منه إنما أنا النهاردة كاستراتيجية إن أنا كنت بشتغل بجن صغير محمود جاد يستحق في الفترات السابقة في بطولة الدولة في المتشاط الأخيرة قبل تجمع منتخب لأ أعمل مرشات كويسة جدا مع نادي المصري في الفترة السابقة طيب كنت عايزة ترحية لمحمود الشامي محمود الشامي من اللعيبة اللي أنا بأمانة جديدة يعني ما قد تشوف ملخصات المباراة بتاعت المصري والمقاولين أنا مش عارف مين اللي فرط فيه في نادي الإسماعيلين نادي الإسماعيل في ظل الأزمة الكبيرة وده نادي جماهيري ما بيقلش أهمية عن النادي المصري إنما إزاي فرط في العيب مقاتل بالشكل ده زي محمود الشامي يعني بص هنا كل الكور اللي راحت خطيرة على مرمى نادي المقاولين العرب كان في الآخر لمسة لمحمود الشامي بص هنا التمرينة دي سبع تمريرات بص بالكعب زي يعملها يديها بالضبط كده عشان تبقى هدف التخدم شوف إصرار محمود الشامي هنا في الدقيقة 63 عشان يضغط هو كسبان عشان يعمل خطورة للنادي المصري محمود الشامي من اللعيبة المميزة جدا اللي فعلا خسرها نادي الإسماعيلي وهنا في الكورة زي ما نشايف كده عمل حجمة خطرة جدا على نادي المقاولين العرب فالعيب الخطورة دي وبالشكل ده ما كانش أتمنى طبعا هو راح لنادي جماهلي كبير ونادي لي قيمته الكبيرة إنما في الظروف اللي فيها نادي الإسماعيلي الواحد ترمو بيعشاء لعب الكورة بتاعت نادي الإسماعيلي صح نحضا نادي الإسماعيلي في حالة اهتساز قوي جدا فنيا ومعنويا ونفسيا لاستغناش على اللعيبة المهمين العادة مش لقين حد لعيبة تقيلة موجودة تقدر تشيل اللعيبة الصغيرة اللي موجودة في المصور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر